موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة انتصاره الثاني بدورة الألعاب الرياضية الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد تغلبه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية يرفع رصيده إلى خمس نقاط ويواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح انطلق الصباح اليوم على صالة مدينة خليفة الرياضية منافسات بطولة البحرين الأولى الوطنية للجيجيتسو البرازيلية بتنظيم من اللجنة الفنية بالاتحاد البحريني للدفاع عن النفس وذلك تحت رعاية المهندس أحمد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس وذلك واسط مشاركة 96 لعباً ولعباً اليوم طبعاً عندنا البطولة الأولى الوطنية للجيجيتسو البرازيلية تحت إشراف الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس عندنا 9 مدارس أركن البحرين عدد اللاعبين الذين شاركوا 98 لعب كلهم بحرينيين لأنها البطولة الوطنية عندنا العامل النسائي بعد مباراة واحدة في أقبال كبير من مختلف الأعمار عندك من تقريباً عشر سنوات بدأوا ينحنا النادي في أقبال كبير لعبة الممأة وانتشارها في البحرين ساهم في تعريف الناس بلعبة الجزء والي هي جزء من لعبة الممأة دعم سمو شيخ خالي حق لعبة الممأة ساهم في انتشار جميع الألعاب اللي تدخل في لعبة الممأة وطنية